اشتركوا في القناة بدأت الحرب الحقيقية والمعلنة من أعداء التوحيد فالكل يتسابق لمحو دعوة نوح عليه السلام من الأرض يا كنعان لقد تجاوز نوح في دعوته لترك عبادة الأصنام المباركة كل حد والتي هي آلهتنا منذ خلقنا على وجه الأرض وماذا أفعل أنا يا ناكر في هذا الأب الذي تسبب في كل هذا تعاون معنا في القضاء على دعوته أنا لا أوافق أبي فيما يفعله وأحاول أن أرجعه عما يفعل لكن إخوتي معه سنقلب الناس على سام وحام ويافث سنضيق عليهم أرزاقهم ما هذا الذي يحدث لك يا كنعان؟ هل قدرك أن يكون من أهلك عدو لك؟ دعنا ننفذ خطتنا بذكاء وحمكة يا أم جامر إذا لم تتراجعي أنت وزوجك عن اتباع نوح فسوف نمنع عنكم الطعام والشراب ماذا تريدين منا أنت يا صمراء؟ نحن آثرنا السلام وابتعدنا بديننا عنكم أنتم تحردون الناس على ترك عبادة الأصنام وربما كسرها أيضاً من قال لك هذا يا صمراء؟ نحن نعيش بعيداً عنكم فابتعدوا أنتم عنا ليس بهذه السهولة يا أم جامر يا أتباع نوح الله يهديك إلى طريقه المستقيم بإذنك يا قوم يا قوم لقد كسر يافث بن نوح وجه إلهكم نعم وجه إلهكم ود ووجه إلهكم سواع هيا هيا قاطعوا هؤلاء هيا نعوا عنهم البيع والشراء يا قوم هيا هل تأكدتم مما أقوله لكم لقد كسروا أليهتكم؟ زوجي لا يفعل هذا أبداً رغم عدم إيمانه بألهتكم سنقاطعكم ونحاصركم يا أم جامر حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا لها من مأساة كبيرة أن يهشم وجه إلهنا ود وإلهنا سواع بأيدي يافث بن نوح إنهم أناس أشرار لها قوم أعطيني من هذا لن أبيع لك هيا ذهبي عني وأقول لإله نوح أن يطعمك هيا هيا ورغم كل شيء لقد استمر نوح في بناء السفينة غير ملتفت لما يفعله قومه من مؤامرات له ولأهله ولأسرته استمر نوح في يقينه بالله الواحد الأحد يدعو الناس إلى عبادته وتوحيده دون ملل أو يأس أو كسل أو تراجع تحمل كل هذا الأذى من أجل إتمام رسالته عليه السلام تصنع سفينة في الصحراء يا مجنون ها 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 ه ولكن نوحا لم يلتفت لهذا بل استمر في بناء سفينته فوق الرمال ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليجزي الله الصابرين أجرهم بغير حساب شكرا لا أدري من أين جاءوا بهذه الأفكار الشيطانية لكي يؤلبوا علينا قومنا أنا خائفة يا يافس بل أنا في حالة هلع ورعب أنا فداؤك يا أم جامر أنا فداؤك فلا تفزعي ولا تحزني أمي أمي أريد الطعام يا أمي لقد منعوا عنا البيع والشراء والولد جائع فماذا نفعل؟ سأذهب حالا إلى بيت أخي كي أحضر بعض الطعام أخرج أخرج يا يافس أخرج أخرج يا من تجرأت على الآلهة أخرج سوف نحرق بيوتكم جزاء لما فعلتم في الآلهة المباركة هيا هيا أحرقوا هذا المنزل هيا حتى يكونوا عبرة لغيرهم أحرقوا إني جائع وخائف يا أبي هي النهاية يا يافس هي النهاية سيحرقون المنزل حسبنا الله ونعم الوكيل ما هذه القسوة؟ أنا خائفة على ولدنا خائفة على جامر وما كان الموت على التوحيد هو المخرج الوحيد يا أم جامر هيا أقضفوا النيران عليهم ليحترق بهم هذا المنزل هيا أحرقوهم هيا هيا أحرقوا كفوا عن هذا، كفوا وليرحل كل منكم إلى داره ولكن لهم كسروا وجوه آلهتنا آه يا آلهتنا كفوا عن هذا، وليرحل كل إلى داره سمعا وطاعة يا أميرنا السراجي سمعا وطاعة يا أميرنا، سمعا وطاعة مرحبا بالأمير السراجي لا تقلق على نفسك ولا امرأتك ولا ولدك أنتظرك غدا في قصري يا يافر العاقل الحكيم أعطوهم الطعام والشراب أيها الجنود ماذا تقول؟ أتركني أنا في مصيبة كبرى أبي متهم بالجنون ولا أدري ماذا أفعل كي ينسى ما يقوله ويعود إلى رشده لا بد أن يرجع أبي عن بناء هذه السفينة الحمقاء لابد ولماذا لا نقوم بحرقها والخلاص منها يا كنعان؟ ماذا؟ حرقها؟ نعم، نقوم بحرقها في بدايتها ولكن أنا لا يمكن أن أفعل هذا أفعله أنا يا كنعان سأقوم بحرق هذه السفينة حتى لا يفتن الناس بها دع عنك هذه الأفكار الآن إذن دعني وشأني آه متى ينتهي أبي عما يفعله؟ متى؟ قل يا ولدي، قل يا حبيبي أنا جائع يا أمي يا فث، ماذا يريد منك السراجي؟ لا أدري يا زوجتي الحبيبة غدا سأذهب إليه لأعرف ماذا يريد مني بالضبط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عنك شيء؟ وقلال ترجمة نانسي قنقر واستمر هذا العذاب طويلا سنوات تل وسنوات ونوح في دعوته لم ييأس ولم يتراجع أبدا رغم مرور مئات الأعوام على ذلك اشتركوا في القناة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن استمرار الاستهزاء بنبي الله نوح لم يؤثر على قوة إيمانه وعزيمته أبدا هكذا شأن الأنبياء وشأن أولي العزم من الرسل ماذا يريد منك السراجي يا يافث؟ لا أعلم ولكني أثق أنه سيحاول أن يساومني كما فعل مع أخينا سام من قبل ماذا يريدون مننا؟ أن نترك أبانا نوحا يا أخي حتى لو وضعوا الأغلال في أعناقنا فلن نفعل ذلك أبدا سأذهب إليه لأرى ماذا يريد مني ولكن احترس منه يا يافث مهدي 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 ماذا بك؟ لا شيء لا شيء يا أميرتي فقط حاول لص التسلل إلى حجرتك كاد السكين يخترق قلبك نحن كلنا فداء للأميرة الجميلة مولاتي هوزاء ماذا بك يا مولاتي؟ ما الذي يحدث في قصر يا هوزاء؟ حاول اللصوص أن يقتحم حجرتي لكن مهدي هاجمهم وأصيب بجرح بالغ يا حراس احملوا إنه ولد بطل شجاع لا تقلق يا مهدي لا تقلق إنما يؤلمني يا فهورة هو أنني طعنت مهدياً بسكين وهو صديق لي لم يكن أمامك غير هذا يا شائك لا أدري لا أدري لا أدري كيف سأواجهه بعد الآن ولكنه لم يتعرف عليك أنا أعرف يا طغورة أعرف أنني طعنت صديقي عندما تهدأ الأمور اذهب وزره في بيته بأي وجه سأفعل هذا أنا في قمة حزني وألمي ترجمة نانسي قنقر يا فس هل لديك مانع أن تكون من رجالي المخلصين وتعمل معي؟ ماذا أعمل أيها الصراجي؟ تعمل معي في تجارتي وسأعطيك أجراً كبيراً وما طبيعة ذلك العمل؟ ولماذا أنا بالذات؟ أنت شاب مخلص وفي والتجارة تحتاج إلى الأمانة أنا أعمل نجاراً مع أسرتي أيها الأمير عليك أن تنصح أباك يا يافر أن يعود عن غيه أبي نوح عليه السلام ليس في غي ولا باطل وما يدعو إليه من ترك عبادة الأصنام؟ ماذا تقول عنه؟ هو الحق الحق؟ الحق أن يساوي بيني وبين خدمي؟ العدل شريعة الله في الأرض أي عدل تقصد يا يافر؟ العدل الذي يجعلك تأخذ حقك وتعطي الآخرين حقوقهم وما هي حقوق الآخرين التي يدعو إليها نوح؟ ألا تظلم ولا تظلم أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك مستحيل مستحيل طبعاً لماذا؟ لأنني أمير وابن أمير تعودت أن آمر وأنهي دون أي جدال أو رفض ولكن دين نوح يدعو إلى المساواة بين الناس أمام رب العالمين ما الذي أصابك يا ولدي الطيب؟ يا أمي لقد طمأنني الطبيب فلا تحزاني يا أمي من فعل بك هذا؟ من؟ الجرح عميق كاد أن يقتلك يا ولدي لا أدري لا أدري من فعل هذا من الذي طعنك بهذا الشكل؟ لا أريد أن أعرف لا أريد مهدي كيف حالك يا صديقي؟ تعال تعال يا شيك انظر 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 ماذا حدث لصديقك انظر علمت ببطولاتك يا مهدي وأنت أهل لها سأعد لكم الطعام أحيلا اجلس يا صديقي المهمة كيف حالك الآن يا مهدي؟ أنا بخير يا شائك لا تقلق يا صديقي لقد ذهبت وسجدت للآلهة كي تشفيك الآلهة الآلهة هذه لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا يا شائك لا أفهم ماذا تقصد يا مهدي قل لي يا شائك هل سمعت عن نوع صاحب السفينة نعم سمعت أنه رجل مجنون مجنون هكذا يروجون له هكذا يشعون بين الناس يا شائك هل آمنت أنت به يا مهدي؟ أنا مشغول به أبحث عما يدعو إليه نوع وإلى ماذا يدعو نوع يا مهدي؟ إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أنترك أليهتنا يا مهدي؟ أنترك ودا وسواعا؟ لا 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 يا شائك هل ترى أن لصمم نفعا في هذه الحياة الدنيا؟ وإلى ماذا يدعو نوع يا مهدي؟ إن دعوة نوع تساوي بين الغني والفقير والقوي والضعيف والأبيض والأسود هذا ما وصلني عن نوع نبي الله نوع نبي الله؟ ماذا تقول عن نوع يا مهدي؟ ماذا تقول عن نوع؟ ترجمة نانسي قنقر 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 يقول إن نوحا يدعو إلى عبادة الله وتوحيده الله؟ من هو الله؟ يقول الله الأحد الفرد صمد ما أعجب هذا الكلام؟ ما أعجبه؟ كيف نترك آلهتنا لنعبد إلها واحدا نحن لا نراه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى جميع أنبياء الله ورسله أجمعين الصراع سيستمر كثيرا بين الحق والباطل ولا يزال نوح يصارع من أجل إظهار الدعوة إلى الله ولا يزال الملأ يحاول إفساد هذا العمل هوزاء هل أنت بخير؟ أنا بخير يا مهدي ولكني أريد أن أعرف كيف يمكن أن أتعرف أكثر وأكثر على نوح وما يدعو إليه؟ لقد حدثتك عنه ولكني سأزيدك حديثا ولكن ليس الآن فلقد جئت لأطمئن عليك يا هوزاء أبي دائم الحديث عن نوح وأصبح هدفه الوحيد هو القضاء على نوح وأتباعي كيف يحدث هذا؟ لا أدري ما هي فائدة هذه الحرب على نوح عليه السلام أبي والسامق يحردون الناس على نوح فقد أصبح عدوهم الأول نوح هذا الرجل التقي الورع نوح النبي الذي ساوى بين الفقير والغني وبين الضعيف والقوي ماذا يريدون منه؟ ماذا يريدون؟ يريدون القضاء على دعوته وحدم السفينة لن يستطيعوا فعل أي شيء لأن الله كفيل بالدفاع عن المؤمنين في كل مكان منذ أن قابلت نوحا وأنا أشعر بتغيير كبير في حياتي هوزاء الطمأنينة تبدو على ملامحك؟ أصبحت أشعر أن للحياة معنا وهدفا آه يا هوزاء وأنا أصبحت أشعر أن إيماني برب العالمين قد زادني ثقة بنفسي أصبحت لا أشعر بأن هناك من هم أعلى مني قوة ولا مالا ولا جاها ولكننا مقبلون على حرب مع هؤلاء الرفيدين لدعوة نوح أعرف هذا أعرف ولكن اطمئني يا هوزاء الله معنا لا أعرف كيف يمكن للحياة أن تستمر في وجود رجل كنوح يا سامق نوح هذا رجل ضعيف يا سرجي ولا يستطيع أن يقاومنا مهما تجمع حوله من المريدين فماذا نفعل إذن في هذه السفينة التي يقول إنه مأمور ببنائها من ربه دعه يلهو إنه محض خيال ولن يستطيع أن ينفذ أي شيء مما يحلم به وماذا لو حاولنا أن نقلب عليه أناس يدعون أنه مجنون حتى لا يستمع إليه أحد من الناس هذا سهل يسير وما استطيع فعله وقد بدأنا فيه بالفعل يا سرجي هذا الأمر لا بد أن ينتهي يا سامق قبل أن تدخل دعوة نوح إلى بيوتنا وتصل إلى قلوب أبنائنا لا أظن أن هذا سيحدث أنا لا أثق كثيرا في القادم يا سامق لا 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 تخف وما زال نوح يعمل على بناء سفينته وتنفيذ الأمر الإلهي دون تردد أو شك وما زال هؤلاء العصاة يعاندون ويكابرون ويرفضون ترك عبادة الأصنام هذه هي السفينة التي يصنعها نوح يا مهدي ولماذا يصنعها يا أبي هذا أمر يحيلني يا ولدي لذلك سبب بالتأكيد ولكن الناس لا يعرفون ولكني على يقين أنه يفعل ذلك بوحي من الله كيف ذلك يا أبي؟ حدثني أكثر إن نوحا يدعون جميعا إلى عبادة إله واحد لا شريك له ثم ماذا يا أبي؟ وأن نترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ويساوي بين الأمير والفقير نعم يا ولدي ولماذا لا نتبع هذا الدين الحق يا أبي؟ أنا بكل جوارحي أمير إلى اتباع هذا الدين مع نوح النبي مولاتي إلى أين نحن ذاهبون؟ لقد تأخر الوقت بنا لابد أن أعرف الحقيقة من خالق هذا الكون يا يوحا؟ الأصنام طبعا الأصنام التي هي من حجارة تصنع كونا بكل هذه العظمة؟ هذا ما نؤمن به يا مولاتي مولاتي الأميرة ما الذي دعاك للخروج في مثل هذا الوقت؟ البحث عن الحقيقة يا مهدي فأين نوح؟ أين هو؟ هل تقصدين الرجل الذي يدعو لعبادة الله الواحد الأحد؟ نعم أين هو يا مهدي؟ أريد أن أعرف ما الذي يدعو إليه نوح؟ لا أعرف هل يمكن أن أقوم من نومي؟ فأرى سفينة نوح هذه وقد احترقت؟ ولما لا؟ لابد أن نستخدم كل الأسلحة للقضاء على دعوة نوح وماذا أفعل أكثر من هذا؟ فقد قلت إن زوجي رجل مجنود وأعلنت هذا لكل الناس هذا لا يكفي يا والها فماذا أفعل أكثر من هذا يا صمراء؟ ها؟ ماذا أفعل معه لكي يعود إلى صوابه؟ علينا أن نتحد جميعا للقضاء علي ولدي حام جن مثل أبيه لا تتحدثي معهم يا والها قاطعيهم وسام ولدي أيضا ومعه زوجته اتبعوا جميعا دعوة نوح فماذا أفعل أنا؟ ماذا أفعل؟ سنحشد كل قوتنا لمحاربتهم حتى وإن كان أولادك يا والها نوح نوح كل هذه المصائب بسبب نوح ضاع أولادي مني بسبب نوح كل هذا بسببك يا نوح أيها المجنون من أنتم؟ من أنتم؟ أنتم أصنع منعقيمة لا يمكن أن يصنعكم من ناس ثم تكون آلهة تتحكم في مصائرنا من أنتم؟ ومن الذي جعل منكم آلهة؟ وأنتم أصلا مخلوقون مثلنا مستحيل أن تكون مجموعة من الأحجار هي من تسير أمور هذا العالم وهي صامتة ضعيفة لا تملك لنفسها حولا ولا قوة من أنتم؟ نوح أين نوح هذا؟ أريد أن أعرف الحقيقة كاملة أريد أن أعرف الحقيقة أنتم… أني ن общем deّ أنق säga بعد أنsych فهو تحديو أين نائم هون نوح هذه الحقيقة وزفة من تحرير لقد دخل الإيمان بيتك يا سراجي فماذا أنت فاعل؟ فها هي هوزاء ابنتك قد آمنت مع نوح إنه قدر الله أن يخرج من ظهر هؤلاء المفسدين أناس آمنوا بالله ونبيه نوح هوزاء هوزاء أين أنت يا حبيبتي؟ هوزاء أين ذهبت ابنتي؟ هوزاء يا حراس يا حراس يقول لي مهدي إن نوحا هذا يدعو إلى رب جديد رب جديد؟ كيف؟ يقول لي إن نوحا يدعو إلى ترت عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع أنترك عبادة آلهتنا؟ كيف يا شائك؟ يقول إن نوحا يدعو إلى عبادة الله وتوحيده الله؟ من هو الله؟ يقول الله الأحد الفرد صمد ما أعجب هذا الكلام؟ ما أعجبه؟ كيف نترك آلهتنا لنعبد إلها واحدا نحن لا نراه؟ دين نوح يساوي بين السيد والعبد وبين الغني والفقير وبين القوي والضعيف رك مهتما إلى حد بعيد لكلام مهدي عن إله نوح يا شائك لا أبدا ولكن لفت نظري هذا الاهتمام الغريب من مهدي لهذا الرجل نوح المهم الآن كيف حال مهدي؟ هل شعر أنك من فعلت هذا به؟ لا أدري لا أدري ولكني أعلم أنه على خلق وحتى لو علم سيغفر لي هذا ماذا سنفعل فيما سرقناه من السامق؟ دعي هذا عنك يا طغورة ودعيني الآن أفكر فيما قاله مهدي عن نوح ترجمة نانسي قنقر أين كنتم؟ أين كنت يا هوزاء؟ أريد أن أعرف ما الذي يدعو إليه نوح؟ اشتركوا في القناة السلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله ماذا دبر ورتب هؤلاء المعادون لنوح عليه السلام؟ لن تفلح كل هذه المؤامرات للقضاء على دعوة الحق إن صبر نوح ويقينه أقوى من أن يهتز لكيد هؤلاء إننا نرتب لحرق كل أخشاب المدينة يا كنعان تحرقون كل أخشاب المدينة يا ناكر؟ وما الداعي لهذا كله؟ حتى لا يجد أبوك نوح أخشاباً يصنع منها هذه السفينة لا أدري متى سأستيقظ من هذا الكابوس لا أدري نابد أن نتحرك كلنا لنؤلب الناس على نوح يا كنعان كل ما أستطيع فعله أن أعصي أبي ولا أطيعه هذا لا يكفي يا كنعان هذا لا يكفي وماذا أفعل أكثر من هذا؟ لقد ابتعدت عن إخوتي سام وحام ويافث السبب الوحيد في هذا هو دعوة أبيك نوح لترك عبادة الأصنام آلهتنا لن أترك عبادة ودا ولا سواعاً أبداً أبداً ما زال نوح يطيع أمر ربه ويصنع السفينة حتى يخرج بها مع المؤمنين إلى خارج هذه البلدة الظالم أهلها متحملاً ابتلاءات قومه وإيذاءهم من أجل توصيل هذه الرسالة الربانية المباركة لو كان الأمر بيدي لصارعت مع إخوتي بالهروب مع أبي من هذه القرية الظالمة ولكن نوحاً لن يقبل هذا يا حام لقد بدأ فعلاً في بناء السفينة يا واغلة بدأ بالفعل تحدث مع أمك كي تكف عن هذه الحرب على زوجها ها؟ ماذا تقصدين؟ إنها تتعاون مع الجميع وما هم كنعان أخوك للقضاء على نوح ماذا تقولين؟ ومن الذي أخبرك بهذا؟ المدينة كلها تستعد لحربها على نوح أمي تجهز لحرب ضد أبي مع هؤلاء العصاة؟ أمك تقول في كل مكان إن نوحاً مجنون هذا ما يؤلمني ولكن ماذا أفعل؟ علينا أن ندعو الله أن يجعل كيدهم في نحرهم وأن يدافع عنه وعن نوح لا بد أن أجتمع مع إخوتي لبحث هذا الموقف نعم علينا أن نتحد حتى ينتصر الحق على الباطل ما الذي اتجرى لك يا ولدي مهدي؟ كيف اقتنعت بما يفعله نوح وما يدعو إليه من ترك عبادة الأصنام؟ كيف حدث هذا؟ هو قطار زوجه كيف وافق على أن يترك ولده عبادة الآلهة ليعبد إله واحداً ويؤمن بما يقوله نوح كيف؟ كيف؟ قويسة اي؟ إلى أين أنت ذاهبة؟ ولماذا لا تأتين لتنظيف قصري؟ لقد جئت إليك بما هو أهم من ذلك يا أميرنا السامق وما هو هذا الأهم؟ نوح إن ولدي مهدي قد دخل في زمرة التابعين لنوح وما الذي جعله يفعل ذلك؟ لا أدري لا أدري يا أميرنا ولكنه حدث لقد قررنا أن نتخلص من هذا الرجل وإلى الأبد وأنا سأتعاون معكم في هذا سيكون دورك هو أن يقاطع الناس نوحاً في كل مكان في السوق، في المخبز، في الطرقات سأفعل كل ما بيدي حتى يرجع لي ولدي مهدي عابداً للأصنام، آلهتنا أما نحن الأمراء فلنا كلام آخر لنا كلام آخر معك يا نوح من أين أتى لنا هذا الرجل الغريب؟ من أين أتيت يا نوح؟ يا أخي، لقد زاد الأمر صعوبة أتدري ما خطط له القوم؟ لا أدري، ماذا جرى؟ لقد اتفقوا مع السراجي والسامق على حرق كل أخشاب المدينة ولماذا يفعلون ذلك؟ حتى لا يجد أبي أخشاباً يصنع منها السفينة لن يستطيع إقاف دعوة أبي مهما فعلوا علينا أن ندافع عن أبينا مهما جرى أفتديه بنفسي وولدي ومالي اللهم أغثنا يا رب العالمين اللهم انصر الحق يا أرحم الراحمين اللهم انصر الحق يا أرحم الراحمين يا ود ويا سواع أغثوني خلصوني من هذه المحنة أريد أن أعود ويعود بيتنا كما كان قبل هذه الكارثة التي يمر بها أبي نوح يا إلهي يعوق يا إلهي نصر يا آلهتي أغثوني أغثوني يا آلهتي يا آلهتي العظيمة أريد أن يعود ولدي مهدي إلى ما كان عليه أن يعود لعبادتكم والتودد إليكم لا 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 ليس لي آلهة غيركم يا آلهتي ليس لي غيركم أعيدوا إلى أبي رشده وعقله حتى زوجي قطار قد ذهب بعيدا عني يا إلهي نوح قد صحره أيضا وأدخله في دينه الجديد لا أدري من أين جاءنا هذا البلاء يا آلهتي أعيدوا إلى أبي رشده أعيدوا إلى أبي عقله أعيدك يا آلهتي بأن أعطيك وأهدي إليك كل ما أملك ولكن أريد زوجي وولدي أريد زوجي وولدي أن يعود إلي يا ود يا سواع أعيد إلي ولدي وزودي لماذا لا نحرق كل أخشاب المدينة وأشجارها حتى لا يجد نوح ما يبني به السفينة؟ أنا لا أعترض على أي شيء يفسد ما يفعله نوح يا سمراء مولانا السرجي نحن خدمك والأمر أمرك افعلوا كل ما يمكن أن تفعلوه للقضاء عليهم سأستعين برجالك يا مولاي هم لك يا سمراء وعين ناكر زوجك؟ ناكر ينفذ ما أقوله أنا يا مولاي ونعم الرجال أستأذنك للرحيل يا مولاي اشتركوا في القناة 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 ظل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عبادة الأصنام واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام وأتباعه طوال فترة دعوته للرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلاً ونهاراً لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله فيا لهم من عصاه لا يدركون أن بينهم نبياً من أنبياء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى أنبياء الله ورسله أجمعين عقول العصاة دائماً تقنعهم بأن الغيب وما لم طره أعينهم هو شيء مزعوم ووهمي ولذلك نظر قوم نوح إلى السفينة على أنها محض خرافة بشرية قل يا نكر ماذا تدبر في عقلك لنتخلص من هذا النوح نحرق كل الأخشاب ونعاقب ونحبس كل من يقترب من نوح هذا ولما لا نخطف أحفاده لنحرق قلبه وقلب أبنائه عليهم نحن لا نتورع عن فعل أي شيء يدمر نوحاً وبعد أن نخطف الأحفاد نساوم نوحاً على ترك دعوته هذا والعودة إلى عبادة الأصنام والأوثان إنه رجل ضعيف ولكن أبنائه يختلفون عنه وماذا يعني هذا؟ نحن نفعل كل ما يمكننا ونحن نفعل كل ما يمكننا للقضاء على نوح أيها البائع، أعطني من هذا الخضار أيها البائع، لا تعطي زوجة سام أي طعام لماذا تفعلين هذا يا امرأة؟ حتى تجوعوا، فإذا جعتم ربما عادت عقولكم إليكم لن نترك دعوة أبينا نوح، لن نعبد الأصنام مهما فعلتم إذن فطعام القرية محرم عليكم يا آل نوح، طعام القرية محرم عليكم حتى لو متنا جميعا جوعا وعطشا، فلن نترك ديننا سوف تموتون جوعا وعطشا وقهرا، عودوا إلى صوابكم بل عودوا أنتم إلى رشدكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله نحن نعبد الأصنام، أصنامنا هي آلهتنا لا إله إلا الله الواحد الأحد، الفرد الصمد أيها البائع، بأمر من أميرنا السامق امنع عن آل نوح البيع والشراء، أتفهم؟ الله وحده هو الذي يملك المنع والعطاء بل نحن فقط من نملك هذا إذن، أعطي لنفسك عمرا فوق عمرك يا امرأة هيا، هيا اذهبي من أمامي الآن، اذهبي، إن آلهتنا لمنتصرة حسبنا الله ونعم الوكيل هناك مؤامرة كبرى على نبي الله نوح مؤامرة؟ كيف؟ يريدون تجويع أهله وأتباعه إلى هذه المرحلة، بلغ هذا العداء أحاول جاهداً أن أجمع الطعام والشراب لهم اسمع يا مهدي، تعال عندنا ليلاً وسوف أفتح لك مخازن الطعام لتطعم المحتاجين ولكن كيف سأدخل إلى القصر؟ سأقول لك عن الطريقة، فلا تقلق سأكون ليلاً عندكم، ولكن لو أمسك بي الحرص فلا تقولي بأنك من أرشدتني إلى الدخول لا تقلق، سأنصرف الآن لقد نام أطفالي جوع يا سام، حسبنا الله ونعم الوكيل إني ذاهب إلى يافت، لعلي أجد عنده طعاماً لا تخرج في ظلمة الليل يا زوجي، لا تعرف ماذا يرتب لنا العداء إن الله لن ينسانا ترجمة نانسي قنقر دائماً وحيدة لا أعرف سبباً يا مولاي، ولكنني بالفعل أرى أنها مختلفة مختلفة؟ كيف يا يوحى؟ ولماذا تقولين هذا؟ هي دائماً تجلس وحدها، تنظر إلى السماء، وتتأمل في المخلوقات تتأمل في المخلوقات كثيراً؟ وما معنى هذا؟ لا أدري، أنا فقط أرد على سؤال مولاي ترجمة نانسي قنقر 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 ماذا بك يا أخي أراك حزينا زوجتي وأولادي يتدورون جوعا يا أخي فماذا نحن فعلون لن نفعل شيئا سوى الصبر الصبر على هذا البلاء أنا لا أخشى على نفسي بل على أبي نوح ترجمة نانسي قنقر يريدون حرق كل الأخشاب يا شائك نعم نهم بهذا سوف يحرقون المدينة كلها وماذا نحن فاعلون ليس أمامنا سوى أن نهاجم ما خزنا الطعام كي نعطيه للجوع من أدباع نوح هل رأيك أحد بالأمس وأنت تعطي لهم الطعام لا 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 تقلق يا زوجتي ولكن عليك دور مهم يا طغورة وما هو هذا الدور؟ أن تجمع الطعام من نساء المدينة إذن سأفعل ثم نعطيه لأدباع نوح من الفقراء وبهذا نكون قد قدمنا شيئا لهم لم أكن أعرف أن بداخلك كل هذا الخير يا شائك الخير والشر في كل منا يا طغورة إن الله يدافع عن الذين آمنوا يا أخي فلا تحزن إن الله لن ينسانا ما هذا؟ ومن الذي ألقاه؟ لا أعرف إنه طعام الله أكبر يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر عمي قطار ما أخبارك؟ أنا بخير ما دمت أنت بخير يا مولاتي وأين مهدي؟ لا أعرف عنه شيئا منذ أمس كيف يا عمي قطار؟ إنه يرجع إلى البيت متأخرا ومجهدا هو يقضي معظم وقته بجوار سفينة نوح نوح ما أجمل هذا الاسم؟ ما أجمله؟ أشكرك يا عمي قطار جميلة أنت يا هزاء ترى هل ولدي نصيب معك؟ هيا هيا يا مهدي أسرع هيا هذه هي مخازن الطعام خذ منها ما يكفي لتطعم به الفقراء هيا أسرع جزاك الله كل خير عن هذا الهوزاء احترس يا مهدي احترس سأنصرف أنا الآن احترس ها؟ هيا 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 انصرفي أنت الآن ماذا فعلت يا مولاتي؟ أدخلته المخازن ليأخذ ما يكفي لإطعام الفقراء والمحتاجين مولاي الصراجي سألني عنك كثيرا أرجو أن لا يكون قد شعر بشيء لا يا مولاتي اطمئني تماما أنا مطمئنة من ناحيتك ولكني قلقة على مهدي ترى كيف ستخرج من القصر يا مهدي؟ كيف ستخرج؟ ترجمة نانسي قنقر